السلام عليكم. غالباً ده مش احسن وقت تنزل في الفيديو ده. لانه ده مش احسن وقت تشتري في موبايل بحالة السوق الحالية وارتفاع الاسعار والفاقة السعرية اللي اتغيرت تماماً وبقناش عارفين هي فيلم بالزبط. ده غير اطلاقات كتير لموبايلات كتير كانت المفروض تنزل ووقفت. ده غير موبايلات اعلن عنها وما نزلتش. فعني افضل قرار تاخده حالياً انك لو مش محتاج تشتري موبايل ضروري جداً انك ما تشتريش حاجة دلوقتي. اما الفيديو ده فهو معمول للناس اللي محتاجة تشتري موبايل ضروري جداً دلوقتي. عشان نحاول نلاقي مع بعض احسن موبايلات ممكن تشتريها من تحت خالص لحد سعر سبعة تلاف جنيه. وانتكلم برضو فوق سبعة تلاف جنيه ولكن سريع عن كده. فخليني نبدأ الفيديو. يمكن من الحاجات اللي هتلاحظها احنا عادي ندار على موبايلات مع بعض انه في شركات استفادت بشكل وضح من موضوع ارتفاع الاسعار ده لانه اسعارهم معاليتش قوي زي المنافسين اول فئة هي فئة تحت الالفين جنيه. والفئة دي اصلاً من زمان كانت بتعاني من عدم الاهتمام وعدم وجود خيارات جيدة كتيرة. طبعاً ما ارتفاع الاسعار فالفئة دي يعني زادت سوءاً. كنتش لايه حاجة قدر رشحها للناس. ويمكن اللي فكرت فيه ان اصل حاجة ممكن تعملها تحت الالفين جنيه ان تشوف موبايل مستعمل. يكون على الاقل تلاتة جي جرام على الاقل اتنين وتلاتين اربعة وستين جي جاكرة داخلية. لان في الفئة دي هتلاقي ان كل الموبايلات تقريباً الجديدة اتنين جي جرام. وفجة نظري في الفين اتنين وعشرين فالاتنين جي جرام. وحتى التلاتة جي جرام يعني مش صالح اول ان تتستخدم الموبايل هتحس انه مش مريح. الاندرويد بقى تقيل والتطبيقات بقى تقيلة. فلو لقيت موبايل المستعمل في الفئة السعرية دي على الاقل اربعة جي جرام هيكون خيار جيد جدا. يمكن لعواس حاجة جديدة وهي موبايلة تبقى تصلح للاستخدام الخفيف او الثانوي. ممكن نبص على وده تجب ان سعره الف وتسعملية جنيه. تحت الالفين وخمسمية فبرضو الوضع مش احسن حالاً مفيش خيارات تقدم لك اداء مريح اوي. وان كان في خيارات المراضي اكتر شوية لكن اغلبهم هيبقوا باداء برضو يصلح للاستخدام الخفيف بس. في الفئة دي ممكن نفكر في النوكيا سي تلاتين او وبرضو بيجي باربعة وستين جي 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 وتلاتة جي جي جرام. فادروا يدوك تقريباً تجربة مريحة لحد ما في الاستخدام الخفيف بس. مستعد تعلي عن كده. تحت فئة التلات تلف بقى ودي اول موبايل هيتدي تديك اعداء مريح. آآ مريح في الاستخدام الاتقل شوية. تقدر تتقل عليه شوية. تقدر تلعب عليه حتى وان كان على عددات بسيطة شوية. وهو والحقيقة في الفئة السعرية دي. هو سعره تقريباً الفين وتسعمائة جنيه. هو الملك دلوقتي في الفئة السعرية دي. لان هو بيقدم لك الهيليو جي سبعين. اول معالج يدر يديك اداء جيد. ومريح. بيديك شاشة بطارية جيدة جداً. فاول موبايل جيد جداً لحد جبير يمكن يعيب برغم ان هو سريع جداً وسهلس جداً الا انه مليان اعلانات مزعجة. في طرق ان انت تقفلها فلانت تضغر على طرق دي لان الاعلانات سهيئة الحقيقة. وبرضو لحد الفئة السعرية دي مش هتلاقي الكاميرات قد كده. لما نعلى شوية لتلات تلاف ونص هلاقي خيار ممتاز برضو. وهو من ريلمين. ويمكن الموبايل ده لما عملت له هتلاقي ريفيو على القناة. كنت قلت ان هو جيد ولكن في منافسين زي الريدمي تن والاتنين وعشرين كانوا بنفس سعره. لكن حالياً بتلات تلاف ونص هو اللي موجود والريدمي تن والاتنين وعشرين سعرهم رفع على اربعة. وبالتالي بقى هو خيار جيد جداً في الفئة السعرية دي. وممتاز هتديك تغربة العاب هتديك كاميرات جيدة لحد كبير هتديك بطاريات عملاقة. بالزاد في الفئة السعرية دي لاغلب المنافسين من سامسوج وشاومي حتى بقدمو لك معالجات هليو بي خمسة وتلاتين فمش صالحة قوي لاستخدام دلوقتي. يمكن فيه خيار كمان ممتاز زاكرة كبيرة لو انت عاوز زاكرة كبيرة وهو النوكيا بيديك مية عشرين جايجة بقى كرة وبرضو اداء هيبقى مقبول جداً في خيار التالت وهو الامفينيكس هوت اليفن اس برضو موبايل جيد جداً في الفئة السعرية دي. بالهيليو جي تمانية وتمانين والشاشة ومعادة التحديث العالي والسماعات الستاريو هيديك باقة جيدة جداً في الفئة السعرية دي. لما تعلي بقى لاروعة تلاف جنيه هتلاقي تلات خيارات. اولهم طبعاً هو الشاومي نوت اليفن. هديك باقة ممتازة لحد كبير. اداء طبعاً مش خرافي ولكنه جيد. شاشة اموليد. سماعة ستايو. كاميرات جيدة. اما الخيار التاني فعندنا الامفينيكس نوت اليفن. برضو شاشة اموليد. واداء هيبقى يمكن احسن من نوت اليفن. ولكن برضو هتلاقي مشكلة الاعلانات. وانه معالجة الصور بتبقى كاحيانة شوية عندها الفينيكس. يمكن في حالة الهوت اليفن ما كانش فيه منافس فلادن تقبل بالعيوب دي. ولكن حالتنا الآن في النوت اليفن ففيه منافسين ممكن تفكر فيهم زي شاومي. وزي برضو لسامسونج اتنين والعشرين اللي موجود في السياق فيها السعرية دي. هو اقل من هم شوية. لكنه مازال جيد جداً لمحبين سامسونج بيديك شاشة الاموليد بيديك كاميرا جيدة جداً فيها ولكن بسوفتوير مخفف مش هتلاقي فيه اي حاجة. وبردو كنا عملنا تقدر ترجع له. بالسعر اربع تلاف سبعمائة وخمسين جنيه. بدينا اول معالج بقى قوي. احنا كل تحت كده معالجات مش قوية قوي. ولكن ده معالج قوي اللي هو الهليو جي خمسة تسعين. يوصلح ان انت تتقل عليه اكتر بقى. ويوصلح ان انت تلعب عليه احسن برضو. هيدي كل حاكم بيديها لك العادي وكمان هتضيف عليها ان هو بقى اداء وافضل. وشوية كماليات تانية. ولكن لو عاليت لحد خمس تلاف ومية جنيه فهتلاقي الشاومي بنفس المعالج برضو فهتديك اداء قوي جدا. وشاشة امور ادو سماعات استيريو ولكن ما فيش معدل تحديث عالي. فده اللي ينقص الموبايل ده. اما لما نروح لسعر خمس تلاف وتسعميل جنيه. هنلاقي الفيفو في واحد وعشرين. الموبايل ده هديك كاميرات ممتازة جدا. تحديدا السيلفي. تجربة سيلفي مش هتلاقيها في الفاس سعرها دي. وكمان باقي الموبايل هتديك تجربة جيدة. وان كان ما فيهوش استيريو وما فيهوش معدل تحديثها عالي. ولكن اللي عاوز الكاميرات فالفيفو في واحد وعشرين هيكون خيار ممتاز جدا. اما بسعر ستة راف سبعمائة وخمسين جنيه فعندنا موبايل هو اسمه بوكو اكس سري جي تي. يمكن زمان ما كانش حد بيرشحه. ولكن في السعر ده اداء موبايل ممتاز جدا. بيقدم لك الدايمينيستي الف ومية. معالجة يقدر ان هو يديك اداء خرافي في الفياس السعرية دي. بالذات ان اغلى بالفياس السعرية دي وحتى اغلى. بقى مليانة دلوقتي بسناب دايمين سبعمائة وعشرين. ومعالجات مش قوية قوي. مقارنة بتايمينيستي الف ومية اللي هو معالج قوي جدا. فتجرورة العب ممتازة وموبايل كمان تجرورته كانت ممتازة جدا. يمكن ينقصه بس اللي شاشته مش اموليد. يعني الموبايل ده لو كانت شاشته اموليد كان هيبقى خرافي. ولكن لو عاوز شاشة اموليد فبسعر تلافة وخمسين جنيه. عندنا الشاومي بديك بقى الشاشة الاموريد الكاميرات الحلوة التصميم الخفيف اللطيف اللي شكله حلو جدا. مع معالج برضو قوي جدا. اللي هو سبعمائة وسبعين جي. عندنا على امازون برضو. هسيلكوا الرابط تحت في الديسكريبشن. هتلاقوا بسعره القديم. لسه موجود على امازون حد الوقتي. ستة سبعمائة تقريبا. وده خيار جيد جدا برضو. وان كان هو رسميا سعره رفع لحد سبعة ونصف تقريبا. ولكن لكن لسه موجود بسعره القديم على امازون. فوق السبع بقى في عندنا الحد تمن تلاف في الاتنين وخمسين اس بسعر تقريبا سبعة تلاف ونصف. ده خيار ممتاز جدا. وبيقدم لك بواقع ممتازة جدا من كاميرات وشاشة وسوفتوير سامسونج. مع معالج قوي لو سناب راجون سبعمائة تمانية سبعين جي. ولحد العشر تلاف عندنا برضو بقى جيدة جدا. كمان في وان كنت مبارا شرحوش قوي. ولكن اللي محبين تجربة هواوي بخدمات جوجل بشبكات قوية ومستشعرات حقيقية. فاونر اعرب حاجة لها. عمال تاني انا حاولت في الفيديو ده يكون سريع. وحاول اعمل ابحاث عشان ادور لكم على احسن موبايلات موجودة دلوقتي. ممكن كان في فيديو قبل كده لأسوأ وموبايلات ما تشتريهاش. ممكن تشوفوا برضو عشان تعرف ايه لما تشتريهوش. وبرده عشان موبايلات كتير من الموبايلات دي ممكن ما تلاقهاش في اي مكان. فانحسب لوك تراحت اما اللينك او المكان اللي انا جبت منه الموبايل ده السعر بتاعه يعني وهل هو موجود ولا لأ وفين بالزبط. وبس كده سلام.